أهلا بكم من جديد مشاهدين ومستمرين مع حضراتكم في متابعة المشهد المهم اللي أنا وصفته بأنه مهم لأنه لأول مرة يحدث في تاريخ الحياة السياسية النيابية والحكومية في مصر مجلس النواب يصود بنعم أو لا في ظاهرة تبدو للكل أنها ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية الحكومة كمان موجودة بالكامل برئيس الوزراء حتى تسمع التصويت لصحب الثقة أو إعطاء الثقة بشروط كما هو واضح من الاتجاه الغالب أو من خلال ملاحظاتنا الأيام والفترة اللي فاتت تحليليا بيسعدني أن يكون معايا في الستوديو المهندس محمد فرج أمين عام مساعد حزب التجمع مشرفنا يا فاند أهلا بي والدكتور ياسر الهضيبي الفقير الدستوري وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد مشرفنا يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك تحياتنا لحضرتك باش مهندس النعاردة أولا زي بتشوف هذا المشهد ومن الناحية الأخرى رؤيتكم إيه للحكومة نعم أولا هذا المشهد يجب أن نسعى أن ينجح لأنه زي ما قيل هو أول مرة البرلمان يمارس دوره في نقد والنقاش حول البرنامج الحكومة عرضته لفترة عدة جلسات إحنا عايزين المشهد ده نفسه ينجح بغض النظر النتيجة سحب السقة أو تجدد السقة أهة وبالتالي إحنا عايزين نقول إن إحنا بنخرج من الفترة الانتقالية وبندخل فيه تطبيق مواد الدستور وأن هناك ثلاث سلطات سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية وأن البرلمان أو مجلس نواب كسلطة تشريعية يقوم بدوره الحقيقي بعدا عن أي ضغوة تمام هذه النقطة الأولى بالنسبة لنا في حزب التجمع نوابنا مع نواب كثيرين الحقيقة من الذين وافقوا أو رفضوا لهم ملاحظات شديدة على برنامج الحقيقة هسمعها من حضرتك دكتور ياسر النهاردة بتشوف إزاي هذا المشهد وإنعكاس هذا المشهد على السلوك الحكومي والبرلماني في مصر وأنا بشوف المشهد ده من وجهتين نظر الوجهة الأولى لكلمة حداك إن ده يوم تاريخي لأن فيه تصويت على إعطاء الثقة للحكوم أو منع هذه الثقة والشيء الثاني إن أنا بشوف إن الحكومة دي عاملة بيان طبعا أنا شايف إنه هو بيان هش ضعيف إنشائي سابق قديم ما فيش فيه آليات ما فيش فيه توقيتات كما إنه وجه بيان في وجود أزمة عارمة في الاقتصاد وجه في وقت فيه خرارات حكومية كتيرة بتستنزف من شعبية السيد الرئيس كذلك فيه بطء شديد في الانتقال إلى الديمقراطية باعتبارها المحور السابع من محاور بيان الحكومة وبالتالي أنا مش شاف إنه هو حدث تاريخي ولا شيء لأنه إبقى تاريخي لو هو حقيقي واخد بل حددك لكن ده الحكومة رايحة وعرفة إنها تاخد الثقة والنواب رايحين واخدين تعلماتهم إن يضي الثقة للحكومة مع إن كل النواب لما تسألهم بعيدا عن الإعلام أو في الغرف المغلقة يقولك البيان هاش البيان ضعيف البيان لا يرقى لشعب أم بصورتين 25 يناير اللي أنا بعتبرها عودة الروح للشعب المصري و30 يون اللي أنا بعتبرها عودة الوعي للشعب المصري فكل ده يقول إن المشهد زي ما هو فيه فوضى في الاقتصاد فيه فوضى في المشهد السياسي كذلك فيه فوضى في المشهد الخاص ببيان الحكومة لأنه كان يجب أن يكون بيان يرقى إلى طموحات الشعب ونوابه لأن النواب هم من يمثلون الشعب مش هنقدر نجيب 90 مليون تحت القبة وبالتالي احنا بنجيب حوالي 500 أو 600 يمثلوا فإذا كان نواب الشعب غير راضين عن بيان الحكومة في الغرف المغلقة فالشعب أكثر عدم رضا من النواب ومننا كلنا لأن الشعب هو الذي يزوق الأمرين في الشارع ومش في الشارع وبس بالعزب والنجوع والكفور وهي دي مشكلتنا إن احنا ما بنذهبش بقراراتنا إلى أبعض نقطة في الشارع وده الفرق بيننا وبين ناس تانية مش موجودة دلوقتي على الساحة لكن موجودة في الشارع تمام دكتور حضرتك قلت كلام مهم وخطير جدا في نقاط يعني عايز أسأل حضرتك عنها بمتالوضوح ألا يكفي في الوقت ده من وجهة نظر حضرتك أن تحاول الحكومة جاهدة تستقطاب النواب وأخذ رضاهم مسبقا أيا كانت الطرق والوسائل حتى يحصلوا منها على موافقة في الأول ده ما كانش وارد أصلا إنه هو يتم أو يحصل هو أقول لي حضرتك هو المواند الشريف إسماعين استبق هذا الأمر بجلسات كثيرة صحيح أو يمكن سيادة الأمين العام المساعد لحزب التجمع جلس مع اثنين من النواب اللي عندهم بيمثلون في البرلمان لهذا الأمر لكن كان أمرا شكليا وسط رضائيا إحنا مش في مصلحة إن أنا وفق لك على البيانة أم تديني تأشيرة على طلب والآخر أراح لقاها مضروبة وده جيس الجرائب وراحوا تخنقوا مع رئيس الوزراء في البرلمان وقلوا كل التأشيرات اللي أنت وصيت عليها ودهولنا الوزراء كلها تأشيرات لا تنفس لا يجب على الحكومة أن تستعطف النائب ولا يجب على النائب أن يجامل الحكومة من أجل تأشير حتى لو كانت مش شخصية وبالتالي هنا احنا بنساوم على مصلحة واحدة بس احنا بنساوم كلنا على مصلحة مصر سواء كانت الحكومة أو البرلمان وهذا أمر مرفوض وبشدة تمام هارجع برضو لحضرتك تاني فيه تفاصيل أبرز ملاحظات حضرتك على الحكومة وأعضاء الحزب عن التجمل هذا البيان يعني فيه كلام سهل يتقال وهو كلام يقول كل النواب سواء كانوا موافقين في التصويت أو معترضية وهو أن البيان أو برنامج الحكومة يعني به كثير من العبارات الإنشائية به طموحات لا نعلم كيف تتحقق على أرض الواقع أليات التنفيذ ما فيش أليات تنفيذ أو ماش واضحة أيضا بدأ هذا البرنامج بتفزيع النواب وتفزيع الشعب المصري برصده للعديد من التحديات اللي هو الكل عرفها وهي تحديات حقيقية ولكن البرامج لا تأتي للتفزيع لا تأتي لوضع حلول واقعية أو استراتيجية وقصيرة وطويلة ومتوسطة المدى لحل هذه التحديات فهذا البرنامج يعني من حيث الصياغة العامة كان أيضا به عبارات غامضة وبه تعبيرات جديدة لم يألفها لا الاقتصاد المصري ولا أسازة الاقتصاد ولا أسازة القانون يعني مثلا يتحدث عن بدلا أن يتحدث عن عذلة الاجتماعية يتحدث عن الحماية الاجتماعية بدلا أن يتحدث عن السوق الاجتماعي باعتبار أننا في ظل اقتصاد سوق حر يتحدث عن السوق المنضبط كل هذه التعبيرات جعلت لجان المجلس ونوابه يبعثون أو في حضور عدد من الوزراء يضعون العديد من الملاحظات حول هذه التعبيرات الحقيقة أن الحكومة برضو لأول مرة لكي تأخذ الثقة ردت على هذه الملاحظات مثلا من عدة أيام يعني في ما يزيد عن 35 صفحة ردود على يعني إيه سوق منضبط يعني إيه الفرق من العدل الاجتماعية والحماية الاجتماعية طب الأليات إيه كل الأسئلة دي لكن هذه الردود لا تشفي غليل النواب المشكلة في هذا المجلس مواد دستوري تجعل النواب لهم ملاحظات شديدة تخص الانفلات الشديد في أسعار السلع ومعندكش أي آليات لضبط السوق ولا ضبط هذه الأسعار إلا أنك أنت بتعمل أشياء موازية تمام وأرجع لحضرتك تاني بس أستطيع أن نروح لزميلنا محمد بهاء من أمام مجلس النواب أيضا نواب يستطلع رأي النواب قبل دقائق المفترض أو وقت قليل جدا قدامنا علشان نبدأ نشوف إيه لا يحصل في الجلسة المفترض أن يصوي فيها النواب على بقاء الحكومة أو عدم بقاء الحكومة بيان الحكومة أنا كان لية عقيب كتير جدا على محوره بيان الحكومة خالى كان في مضمونه إنشائي حلم رائع جدا لكن في مضمونه كان خالي من التنسيق بين الوزرات تحس أن كل وزارة بتعزف أسفل مفردا خالى في مضمونه من آليات التنفيذ ومدد التنفيذ افتقر في مضمونه أيضا إلى الاستثمار بالمشاركة وده شفناه بشكل قريب جدا في قناة السويس الجديدة لما كانت خلمنا 60 مليار في 72 ساعة خالى من الابتكار عندنا تنمية في الموارد البشرية كيفية ننمي خالى من خطة واضحة لاستثمار 93% من المساحة مصر خالية احنا 90 مليون عايشين على 7% بس من المساحة خالى من التعليم الفني التعليم الفني بتقوم على كهلو دول احنا كنا عملنا لوزارة وفجأة اختفت الوزارة وانضمت كجزء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اذا كان تعقب الحكومة ان هي هتكون جادة في الاخذة المصدقية في ملاحظاتنا اكيد هقول نعم عشان البلد تمشي طبعا ده اولا واخيرا لكن اذا حسيت ان ملاحظاتنا هينقى بها جانبا اكيد هقول لا رفضت البيان رغم انني انتامي لحزب حماة الوطن وحزب حماة الوطن منذ البداية اعلن الثقة في الحكومة ولكنني كنائب اعترضت على البيان على اعتبار ان البيان تطرق في محتوياته على الخطوط العريضة فقط ولم يتحدث عن التفاصيل الحكومة لم تلزم نفسها بنقاط معينة يحاسبها عليها الشعب ويحاسبها عليها المجلس فانا رفضت البيان ما بين الرافضون والمؤيدون والاتجاه التالت زي ما قلت موافقون بشروط او موافقون بملاحظات لسه في محاولة لقراءة المشهد من كل الجوانب المختلفة دكتور يعني لما اجي اتكلم مع حضرتك كده بمنتهى الصراحة والوضوح الى اي مدى بتعتقد ان ينجح النواب ان قالوا لا في تشكيل حكومة جديدة هقولنا حضرتك احنا اتكلمنا مع مجموعة كبيرة من النواب هم اصدقاء قالك احنا مش هنقول لا لان احنا ما عندناش القدرة على تشكيل حكومة جديدة ونخشى من حل البرلمان في حالة فشلهم في اعداد حكومة جديدة ويمكن عشان دي تجربة جديدة واحنا دايما متأخرين يمكن هم عندهم هذا الوعي لكن مفيش مانع وده كان بتعمل حكومات الوافد ايام الملك مفيش مانع انه كان يطرح الثقة في الحكومة ويحاول يشكل حكومة ويمكن تباحسة من حكومة المشكلة وقت بنحل يجعل قال دول نواب الشعب وتم اختيارهم اما الغزراء لم يختارهم الشعب اختارهم السادة ليس وفي التالي اختيار الشعب دائما ما افضل هو الذي جاء بالسيسي وهو الذي قام بالثورتين وهو الذي اقرب دستور فالشعب هو القائد والمعلم وصاحب السلطة وصاحب السيادة وصاحب السلطة المعتبرة لكن احنا دايما الشعب عندنا كويس لما بيبقى تصويته على هوانة ونقلق من الشعب لما يبقى تصويته على غير هوانة انا شايف ان الحكومة دي اكبر عيوبها مش موضوع البيان عندها سوء في ادارة الازمة عندها تباطئ وتناقض في اتخاذ القرار عندها تدليل متزايد للاغنياء اتوقف عند الجملة دي انا اول مرة احس ان الوفد بيتطفق مع التجمع ايدولوجيا انا حس ان انا بكلم اتنين زي بعض اللي اتنين اتطفقوا اه على الحكومة بينضمننا النائب هيسم الحريري على التليفون برحب بحضتك سيادة النائب سيادة النائب طيب تاني نحاول نتصل بالنائب هيسم الحريري بس عشان نعرف ايه اللي بيحصل هو القاعة دكتور ماذا لو قال النواب لا هل في اعتقادك ان الفرلمان يقدر يشكل حكومة ولا لا هذه هي الاشكالية الحقيقية اللي خايف منها النواب هذا المجلس تركبته هي المشكلة مش النواب انا كنت شايف ان تركيبة النواب قبل ساعة ما المجلس تشكل او في الاسبوع الاول انها سمك لبن طمر هندي لكن بعد بعض الوقت عندي امل في هذا المجلس لانه الناس عينهم على المواطنين الناس متأثرين بصورة 25 ناري و 32 يونيو يعني بقى النواب يعني ما فيش كتلة الا قليلا اللي تستطيع ان تخرج وتتبجح وتقول ان كل شيء تمام طيب استاذ الحقيق بس ناخد الناب حسم الحريري وارجل لحظاتك تاني سيادة الناب برحب بيك اهلا بيك جبنة اهلا بحظاتك واهلا بيك اهلا بيك سيادة الناب يعني تقدر تقولينا دلوقتي ايه اللي بيحصل في البرلمان هتبدأوا الجلسة امتى الجلسة بدأت ولا لأ هل رئيس الوزراء وصل وكامل اعضاء الحكومة ايه اللي بيتم حاليا بحقيقة ولسه الجلسة ما بدأتش رئيس المجلسة ما دخلش القاعة ما عنديش فكرة اذا كان رئيس الوزراء وصل ولا اهلا احنا متوظرين في اي لحظة يعني رئيس الجلسة رئيس المجلسة بتاقي الجلسة هتقول لعم ولا لا هقول لها او ضميري مستريح هتقول لا او ضميرك مستريح ده صحيح ليه يعني انا اذا كنت عندي ثقة ان البرنامج دوت حيثت على مصر خطوة واحدة لقدام هتقولت نعم لكن للاسف احنا مستمرين في نفس السياسات السندوق النقد والبنك الدولي اللي افشلت دول كتيرة واللي واضح تأثيرها خلال الفترة الاخيرة وسائر الدولة داخل 11 جنين لان احنا لسه مستمرين على ان احنا ننحاز لرجال الاعمال والاغنية على حساب السقراء سياساتنا الاقتصادية غلص سياساتنا الاجتماعية غلص سياساتنا الامنية غلص اللي شايف انه فعلا ان الحكومة دي ممكن تاخدنا لقدام يقول نعم واللي شايف انها ممكن تاخدنا لولا خطوة او اتين او تلاتة شوات اقتصادي سيء لازم يقول لا واعتقدش ان دوت فيه اي سائل اي حد بالعكس احنا بنعتبر نفسنا او انا بنعتبر نفسي نصح عميل شايف ان الحكومة مقترب حاجات كثيرة بعد الموقف الخط لان انا هتحمل نتيجة دوت امام الشعب وامام ربنا لو فيه خطأ او فيه بس فيه تحمل تاني كمان سياسات النائب علشان يعني نقول الصورة كاملة وصحق لي اذا كنت غلطان انت تتحمل المسئولية امام ربنا اولا وامام نفسك وامام اهل دايرتك في نعم او لا بس اذا قلت لا اقول لي الحل ايه ده كمان دورك ده حل السوري معروف لكل الناس يعني هل يملك البرلمان البرلمان هل يملك البرلمان في هذا التوقيت بهذا التركيب ان يشكل حكومة وهتكون افضل من الحكومة الموجودة ويقدر يقدم برنامج افضل من برنامج الموجود لانه اصبح عنده يقين انه المجلس ده مش حيق بل اي حكومة ومش حيق بل اي برنامج الا لما يكون واسق النواة انا عايزك ترجع لكل كلمات السادة النواب اللي تكلموا عن البرنامج يعني الغلبية العظمى منهم تحدثوا ان هذا برنامج لا يقول لك في مصر وخبراء اتصاد منهم يعني وزراء صادقين محصولين على النظام السابق اللي هم الاسبق يعني مش السابق الحزب الوطني تحديدا وحتى بعد الثورة بتقالوا ان البرنامج ده برنامج سيء فانا مش بقول كلام هو الناس مش عارفين الناس واسقف ده لكن حتة الخوف اللي هم شايتين ممكن ما تقاش بديل لأ انا بقول شي بديل امكانية تعديل البرنامج مش مستحيلة حتى لو الوزراء باشخاصهم مستمروا لكن احنا قدرنا معدل البرنامج بشكل افضل يحقق عدالة اجتماعية بشكل حقيقي ياخدنا خطوة اقتصادية الامان يحسن وضعنا الامني والاجتماعي ده حدده انجاز يعني حضرتك الاقرب حضرتك الاقرب اكتر من لا لنعم بشروط انا ممكن لو النهار ده الحكومة تقدمت برنامج معدل بناء على توصيات المجلس خلال الكلمات اكتر من تلتمية ناس وقتا عادت بتنفيذ ده اقول نعم طبعا تمام كلمة لا هي الاصعب انا فاهم فاهم منطق حضرتك بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب هيسم الحريري طيب احنا لسه لحد دلوقتي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لم يدخل الى القاعة ومش معروف لسه الجلسة هتبدأ امتى وان كانت التقديرات بتشير ان الجلسة هتبدأ قريبا موضوع الالتزام وعدم الالتزام بالتوقيتات في الدخول والخروف ده حق للمجلس ولا لا هو المجلس بيلتزم بس هو النهار ده جاله وفد برلماني ألماني وهو مجتمع معاه حالا دلوقتي ده اللي عطاله عن بدء جلسة اللي ده جلسة مهمة جدا وكان يجب ان يلتزم بها الجميع لكن نظرا للظروف الخارجية اللي بتمر بها مصر خاصة مع الاتحاد الأوروبي يمكن هم فضلوا انه هو يقابل الوفد الألماني لان الجلسة دي هتطول ليه انا رأي ان الجلسة هتبدأ بكلمة من رئيس الوزراء يقول للنواب ان انا عدلت وخدت الملاحيز بتاعتكم بعين الاعتبار ثم يبدأ التصويت على بيان الحكومة بالموافقة ثم يلقي رئيس الوزراء كلمة تالية يتعهد فيها بعد ما خد السقة لانه هو النهاردة هيببى رئيس وزراء ايوه يعني المدة دي لحد لما حصل السقة هو ليس رئيس وزراء صحيح هو هياخد رئيس وزراء النهاردة بعد منح السقة صحيح فهيتكلم كرئيس وزراء بقى فعلي منح السقة لان الرئيس لم يعد يعين رئيس الوزراء بل البرلمان هو الذي يعطيه الحق الدستوري في أن يبقى رئيس الوزراء أو عدم وبالتالي أنا شايف أن رئيس الوزراء هيقول كلمتين كلمة في الأول يسترد فيها النواب أنه هو شاف ملاحظاته محطافين لا تبار ثم بعد ما يأخذ الثقة يوعدهم بأنه هو كرئيس الوزراء بقى الكلمة التانية أنه هينفذ الحاجات تمام عندنا مثال أو نموذج نقدر أن نحن نقيس عليه استجابة الحكومة لطلب النواب هاخد قانون الخدمة المدنية كمثال قانون الخدمة المدنية النواب رفضوا الحكومة حولت كثيرا أن تقنع البرلمان بقبول هذا القانون أي أن كانت الدوافع والأسباب والمبررات اللي ولا رفض النواب لكن في النهاية تم رفض هذا القانون وإبداء تسع توصيات أو ملاحظات عكفت الحكومة على تعديلها ورجعته تاني للبرلمان إذا أنا استندي العلاقة أو دي الحالة بين رفض حاجة والحكومة استجابت أقدر أقول هنا أن الحكومة تقدر تستجيب لتوصيات النواب بشكل يرضي النواب ولا لا؟ هي الحكومة يجب أن تستجيب لأن هي زي ما قال الدكتور لن تكون حكومة وشريف إسماعيل لن يكون رئيسة الوزراء إلا بالتصويت اليوم وبالتالي خبرة قانون الخدمة المدنية كانت خبرة أولى لأن الحكومة في وقتها لم تستطع أن تدير هذه العملية بزكاء في داخل المجلس صمم رئيس المجلس وصمم وزير التخطيط على طريقة معينة بلق وبعدين بأن نشوف وده فالنواب كان في وضع سياسي ومظاهرات إلى آخره فكانت الأفضل هو كانت النتيجة التي وصل لها النواب أن يميرفضوا هذا القانون ليه؟ لأن ده يعني زي ما نقول إحنا بداية اللعب وبداية المباراة بين المجلس كسلطة تشرية والسلطة التنفيذية تمام هتستجيب ونرفض النهاردة إذا كان رئيس الوزراء والوزراء عايزين يحوزوا على الثقة أنا أعتقد أن في الكلمة الأولى التي سيتحدث فيها رئيس الوزراء يجب أن يقدم تعديلات حقيقية ورد حقيقي على الملاحظات التي أبديت وهي ملاحظات في الجلسة دي؟ في هذه الجلسة في الجلسة دي رئيس الوزراء يرد على الملاحظات دي دكتور؟ في بداية هو في بداية الجلسة سيتحدث تمام انت نقشت وعدا مش وعدا بس ده نقشهم هذا هو رد الحكومة على حوالي 30 أو 40 ملاحظة أرسل المجلس بالفعل فيهم حاجات مرضية وحاجات غير مرضية يعني بالفعل الحكومة ردت بعض الإضاحات الخاصة بأهم النقاط التي تم مناقشتها في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادي خاصة في الاقتصاد رئيس المجلس النهاردة لو عايز النتيجة تكون نعم ولكن أو نعم بشروط ما تبقاش لا حاسمة يقدم إجابات حقيقية على ملاحظات حقيقية قدمها النواب في الاقتصاد في الديمقراطية في موضوع العدالة الاجتماعية في موضوع الدعم هتشيلوه هو اللي مستمر يعني فيه الناس الآن الناس الآن في عملية الإدارة السياسية فيها ارتباك عملية إدارة الأوضاع الاقتصادية وإدارة الدولار وعلاقته بالجنيه فيها ارتباك شديد تمام وبالتالي لابد من طمأنط المجلس بحس أن يبقى فيه أنا أتوقع إن إذا فيه النائب هيتكلم تاني هيبقى وهو بيقول نعم بيحط ملاحظات شديدة تقترب من الرفض دكتور هو ممنوع إن النائب يعقب النهاردة هو التعقبات والمدولات والمنقشات والنقد لبيان الحكومة قد تم اليوم التصويت يب نعم تصويت ونقاش ولا تصويت لا تصويت فقط تصويت فقط ما نحس ثقة أو عدم ما نحس ثقة لا يوجد نقاش اليوم طيب نفس النقطة أنا عايز أخذ رأي حضرتك فيها إذا استقانون الخدمة المدنية على موضوع الملاحظات اللي عند النواب على بيان الحكومة ككل أو على برنامج الحكومة ككل يرضيك هذا الأمر ولا لا لا أنا موضوع الخدمة المدنية أنا بختلف فيه تماما أنا كان عايز البرلمان يوافع على خلال الخدمة المدنية لا أنا ماشي أنا عارف لكن هو خدها خبرة إنه هو هو خدها بنوع إن أنا عايز أعمل حاجة أنا أصدي أنا أصدي كانت المبررات والدوافع أنا أصدي صيغة يعني الرفض وردت عليك بتوصيات وإنت أجبت التوصيات هو ده اللي المفروض ينطبق على هذا البرنامج ولا لا ينطبق قانونا لا ينطبق لا ينطبق النهاردة إحنا في أمر واحد فقط يا منح الثقة يا عدم منح الثقة أما التعديلات زي ما قال سيادة الأمين على المساعدة لحزب التجمع إنه هم ردوا ملاحظات للنواب أو على ملاحظات ودى اللجمة الاقتصادية وطبعا في التشريعية وغيرها وغيرها كل هذه رد على المحظات توضيحات يعني يقول له المصطلح الفلان أنا مش فاهم يقول له ده معناه كذا لأن البكت بيان الحكومة أكاديميين تخنقراط النائب ممكن يكون خارج زراعة مالي جعب القانون فهي مش توضيحات هي أكتر منها إضاحات وشرح مفاهيم لكن التعديل الجوهري في البيان لا يمكن واخد بال حضرتك وبالتالي أن الحكومة رايحة مرسترياحة إنها هتتحوز السق وده ما كان أن يجب عكس قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية فمصحة في مصر على فكرة ما هم ينفعش مبنى الهزاعة في رأي في رأي بيانتصر في رأي بيانتصر لده بس كان في مشكلة في قانون الخدمة المدنية إنها هي نفس الفئة المطبقة عليها يعني هنا طلعت لنا مشكلة في القصة دي بتعدل مفيش مشكلة لكن ما خدش يرفض القانون هينقل مصر نقلة إدارية كبيرة ويخفض في الموازنة ويقلل من المرتبات وارفضوا أصل الشارع أنا حاس أنه رافض ده خطأ من النواة أنا أقل للشعب اللي جابني والدائرة اللي جابني بس أنا اللي أدرح من اليوم ما انتخبت أنا النائب أنا الوكيل هو ملوش صوت أنا بقيت صوت ويراعي ربنا فيه وأنا راعي ربنا فيه ويوم الانتخاب بعد خمس سنين يشوفني كنت مراعي ربنا ويجبني وما يجبنيش لكن طالما هو وكلني أنا أشوف له هو الصح ربما بعض الأفراد لا يعلمون الصح أو يذهبون إلى مصالح خاصة عشان كده تظهر القرون خدمة نانية نرهد أنا نائب وعندي الصورة كاملة إن أنا أقولي الصحة فيها تمام استجد أنكم نروح لزميلنا كمان محمد بهاء من أمام مجلس النواب يتابع آراء السادة النواب قبل ما تبدأ الجلسة نعم أو لا ولا نعم بتحفظات شاهدين الكرام مشاهدي عين على البرلمان أهلا ومرحبا بكم من أمام مجلس النواب أحييكم حيث اليوم جلسة التصديق على بيان الحكومة بيان حكومة الدكتور مهندس شريف اسماعيل معي النائبة الدكتورة الشادية ثابت نائبة دائرة إمبابا ووكيلة مستشفى إمبابا نطلع منها على تفاصيل أكتر على بيان الحكومة النهاردة يعني ولو أسأل حوالتي يعني هتصدقي بنعم أو لا في البداية ولو في تحفظات على بيان الحكومة أولا أنا هصدق بنعم وهد ثقة للحكومة رغم أن في تحفظات خالى برنامج الحكومة من نقاط كثيرة ولكن أنا هصدق علشان الوقت الحالي لابد نساعد ونتعاون مع الحكومة رياسة وحكومة ومجلس نواب والشعب كمان عشان نخرج من الحالة المصر فيها ونخرج من عنق الزجاجة اللي احنا فيها ونحقق الاستقرار ولكن كلنا كنواب كل واحد قالت أوصياته ولكن هيبقى فيه مراقبة شديدة جدا عن الحكومة لأن الشارع انتخبنا وانا خاصة الفرد المستقل فالشارع انتخبنا ومحتاج مننا الكثير ومحتاج ان احنا نحقق له بعض طموحاته فعايزين أدنى حاجة نبوريها للشعب لتحقيق الطموحات بتاعته فمثل خلق بيان الحكومة من الخطة المستقبلية لإدارة الكوارث والأزمات المحتملة محتمل حدوثها يعني عدنا نتكلم على صد النهضة كتير وبعدين سيكتنا ما جابش سيرته طب أنا الميا لو نصت عندي ده أنا عندي شركات جاية مبارة لما عرفت الحالة اللي فيها مصر وبالها 39 سنة في ألمانيا جات تاخد مياه البحر مش تحليها تطلع منها مياه وتطلع منها كهرباء وتطلع منها ملح فإذا نمسك الشركات دي ونتعاون معاها الحاجة التانية ننقب على الأبار مجيش أنا أشوف الأزمة والكارسة وبعدين أقول إيه خلاص أزمة عندي فيروس زيكا اللي جاييني ده فين يتعمله أنا خطط الطب الوقائي فين الحجر الصحي اللي يتعمل في المطار الناس اللي جايين من جنوب أمريكا عشان أوزع لهم منشورات قال لهم أعراض المرض ده المرض ده لو دخل عندي هيبقى طعون لمصر لأن القمامة كثيرة والمياه الركدة كثيرة إزاي التخلص من القمام؟ نحن في مباب على فكرة عملنا منظومة من التخلص من القمامة بقيادة المحافظة بتاع الجيزة كمال الدالي ووزير البيئة ونوابة عن باب الأربعة إن فعلا عملنا منظومة بتدت فعلا من يوم السبت اللي فات لكيفية التخلص من القمامة وتبقى نموذج لمحافظة الجيزة وإن شاء الله المصر كلها ونتخلص من القمامة تماما أنا عوذر المتطاعة بس يعني آه خلا من خطة لمواجهة الكوائر لو نتكلم في مواضيع أخرى وفي الصحة أنا عندي الصحة دلوقتي أنا كان عندي مستشفات تكامل منتشرة في جميع الحق الجمهورية وكانت أعمالها سماعين سلام فجأة كل المعدات نزلت المخازن وتحولت لطب أسرها دي عودة فورية لتشغيل مستشفات التكامل حتى يحس المواطن إن الحاجة تعملت لأنها منتشرة في جميع الحق الجمهورية مش هيتكلفهم حاجة يجيبوا المعدات اللي في المخازن ويشغلوها لو ما فيه شلوس أشغلها اقتصادي وأشغلها فندقي وأشغلها مجاني يبقى كل الناس كل الطبقات هتتعالج يبقى دي هتبقى تفرع المستشفيات اللي هي في قلب المحافظات زي مثلا المستشوى في بلسفورة في سواج شغلها على التطعيم بس لك أعود التشغيل هذه المستشوى للناس الغلابة الممكن أن تتقدمي بتوصيات اليوم لحكومة المواطن الشريفة تهتم بالخطة قصيرة الأمد الحاجات الأولويات اللي هي مش هتتكلف كتير وهتسمع مع المواطن المصري هيحس إن فيه حاجة تعملت له ويبقى فيه خطة متوسطة المدى وما قالش خطة زمنية خالص في البرنامج وخطة طويلة المدى التأمين الصحي الشامل هيتعامل مع مين هيتعامل مع المستشفيات المعتمدة طب أنا ما عنديش مستشفى ولا مستشفى معتمدة عندي يعني إيه اعتماد يعني سلامة مهنية يعني جودة يعني مكافحة عدوى يعني تعليم طب المستمر ده يسعو بأقصى سرعة إن يعتمدوا المستشفى بإيه بالمتابعة والمرور والجهد بحيث إن المستشفى وإلا أصبح ألاقي التأمين الصحي الشامل بيتعامل مع المستشفى الستثمارية اللي هي في ظاهرة للمستشفى الستثمارية كلها بتتبعد روات الأجانب أصبح ألاقي نفسي اللي يتحكم في صحته وفي علاجي أجانب ودي مسألة أمن قومي وياخدوا بالهم منها الحكومة المستشفى اللي بتتبعد دي كلها الأجانب لمين لمين لأن دي ملاقيش الطب متخصخص يبقى لأن دي علاج المواطنين الغلامة توصيات أخرى هتقدميها النهاردة أولا الإعلام ما قالش حاجة فين مسبيره فين مسبيره واللي بياخد ميزانية ما يحط عينيه ما ياخد مسبيره ويحط عينيه على كل المواطن الجمالية في مصر اللي هي أجمل بقاع العالم سواء سياحة شاطئية سواء سياحة علاجية اللي مش موجودة خير في مصر في سفاجة والعيون الكبريتية دي يحط عينيه عليه والفيوم يبقى إذن أنا حطي خليلي المسبيره ده يشتغل على على إنه يحط عينيه على الحاجات اللي هي تجيب لي موارد تجيب لي موارد زائد إنه يعمل لبرامج تنظيم الأسرة كان بيعملها زمان كانت جايبة نتيجة يبقى أنا أنا بطلع ميزانية أنا دلاتي لازم من الحكومة كلها تشد العزام على إنه يبقى في حالة طوارئ مش طوارئ أمنية لا يبقى في حالة طوارئ إنه كله يشتغل ما سبيره ده بطلعه ميزانية يؤدي واجبه للوطن بدل التوكشو اللي لا يسمن ولا يغني من جوع وخبال حضرته صدقي بنعم في النهاية نعم صدقي بنعم على بيان الحكومة هصدق بنعم بس هراقب بشدة هصدق بنعم عشان الظروف اللي احنا فيها ولكن هراقب بشدة أشكر حريك دكتورة شادية وعذرا لذلك الوقت مشاهدين الكرام كان هذا اللقاء أنا مع دكتورة شادية سابت نائبة دائرة إنبابة أشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء طيب ده كان رأيي برضو سيد النائبة بشكرك محمد بهابي ينضم لنا نائب مصطفى بكري الفرلماني المخادرم والكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى برحب بحضرتك والنهاردة تحياتنا اليوم النهاردة شكله إيه والله يعني الجلسة لم تبدأ بعد ونحن في انتظار يعني انتهاء مباحثات رئيس المجلس وعدد منها العضاء مع الوافض الألماني الذي يسور مجلس النواب الحكومة ستحضر بكاملها اليوم ورئيس الوزراء يتوقع أن يحضر في الثانية ظهرا ستبدأ الجلسة بالاستماع إلى بعض الزملاء الذين لم يسعقوا من حظ فيه أن يدلب أراهم في مشروع بيان الحكومة بعدها سوف يتحدث رئيس الحكومة ليرد على كافة الفساؤلات والملاحظات التي طرحها الأعضاء ثم بعد الانتفتاء وبعد ذلك يوم الثبت سترفع الجلسة طبعا بالقطع يوم الثبت ستنعقد الجلسة لتوزيع اللجان وإجراءها للتبات بعد الإعلان عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة ثم بعد ذلك تحصل المجلس على أجازة حوالي أسبوعين ممتاز كده خدنا الخريطة كلها أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائب مصطفى بكري النائب أحمد بدوي أيضا بينضمننا على التليفون سيادة النائب رحب بيك شريف أهلا بحضرتك تحياتنا تقدر توصف لي المشهد عندك إزاي والاتجاه الغالب إيه في تصويت النواب الحقيقة لسه كنت بحضر دلوقتي لقاء وفد برلمان ألمانيا ممتاز يعني حضرت اللقاء أه أه حضرت جزء كبير من اللقاء وهم دلوقتي بقى بينهم اللقاء مع رئيس المجلس ده اللقاء خاص كده مع رئيس المجلس جزء كبير من الوافد البرلمان اللي كان معانا في البرلمان الدولي هو اللي موجود النهاردة وتعرفنا على بعض يعني نقدر نقول أن فيه اتفاق بيتم حاليا لجمعية صداقة مصرية ألمانية برلمانية طبعا ده حقيقة وده تفعيله هو بنفعل ده على أرض الواقع وده اللي كان تم الاتفاق عليه في أثناء حضورنا ومشاركة مصر وانضمامها في عضوية البرلمان الدولي هايكون فيه تعاون كبير جدا جدا وهناك دعوة وجهة للبرلمان المصري لحضور البرلمان الألماني ده يؤكد على أهمية البرلمان المصري الشريف وإبدأه مصري زي ما قلت الحدق وبقرار تاني دولة مهمة فيه الشرق الأوسط الجميع يسعى دائما والزيارات دائما تكون للبرلمان المصري ما كانش فيه أي نوع من أنواع التساؤلات من جانب البرلمان الألماني للدكتور علي عبدالعال وليكو؟ لا طبعا هو طبعا هيكون تفعيل المشاركة في المرحلة المقبلة والاستفادة من الخبرات بين البرلمان المصري والبرلمان الألماني وطبعا هو أهم شيء هو إنشاء كمعية صداقة البرلمانية الألمانية إيه فايدتها سيادة النائب إزاي نقدر إحنا نستفيد منها؟ بس الشريف إحنا عندنا للأسف شديد عشان دي تجربة لأول مرة لأول مرة البرلمان المصري يمورز ديمقراطية حقيقية عشان كده الشيء غريب في الشارع المصري وليدها بعض وسائل بعض يقول لك إيه الهاج والمراجل اللي بيحدث داخل مجلس ذا إنت خلال فترات اللي فاتت أو مجال الشعب اللي فاتت كنت بتلاقي حزب حاكم بيدير الأمور هذا الأمر مختلف والتجربة اللي بتتم في مصري أعتقد حاليا في هذا البرلمان برلمان 2015 بتتم في كل البرلمانات لازم يكون وإحنا مفتقدين شيء مهم جدا التعاون ما بين البرلمان والحكومة ده إحنا مفتقدينه إحنا نستفيد خبرة كبيرة جدا من خلال زيارتنا وتفعيل جمعية صدقات البرلمانية بيننا وبين الدول الأخرى سواء ألمانيا سواء الصين سواء الدول الأخرى اللي تم الإتفاق عليها على إنشاء معها على إنشاء جمعيات صدقة برلمانية هنشوف التعاون إزاي وهنستفيد منه لسه إحنا في أول عام أو في أول دور تشريعي إن شاء الله ده هنستفيد منه خلال يعني السنوات القادمة في إذن الله تمام طبعا أكيد هم كان عندهم فكرة إن النهاردة هيحصل تصويت على الحكومة مش كده؟ طبعا أعم اتكلمنا في دوت ويمكن في عدد من الوزراء وجههم وسلموا عليهم إنه في عدد من الوزراء موجودين حاليا وأعوز أقولك إن وزير التابعة والتعليم ده علان جدا وناطب جدا بسبب ما تحدثنا عنه في برنامجك بالأمس وقال وزير التعليم أحمد بدأ وتصرع وتحدث في قناة الحياة بيتحدث مع بعض الزملاء وهناك لقاء بعد ساعة هيكون بيني وبين وزير التربية والتعليم لمنقشة مدار مع حضرتك مبارح في قناة الحياة وإيه إيه اللي ضار يعني دايق معالي وزير التربية والتعليم إحنا أداء من أدوات الزهار لو فيه نقاط سلبية أنا مش ضد وزير ومش ضد حكومة ومش ضد حد أنا بشاور إن كان فيه سلبية وبتقصى معلوماتي هذا الصحية تحياتنا طبعاً سيادة الناب قبل ما شكرك قبل ما شكرك قولي هتقول لا أولا نعم ولا نعم بشروط هقول نعم مع التحفزات لسه برضو عن برأيك ما غيرتوش أه طبعاً أنا قلت لك تكون غيرتو وعن طالب أنا طالب كلمة على فكرة عن طالب فيه إن رئيس الوزراء يمسل أمام البرلمان كل ست شهور لمراجعة ما تم من إنجازه لما ذكره في البرنامج لأن الشريف أنا بقول أنك تشعر دلوقتي الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئة لعليا الحزب الوافد والمهندس محمد فرج أمينة عام مساعد حزب التجمع مشرفيني أنا في الستوديو بيقولولك كتير ست شهور تحياتي لهم كتير دكتور ياسر وحبيب قلبي يعني تحياتي بزيبا كان للأسف مش قدام الشاشة لكن تحياتي لهم كتير تحياتي لك يا سياد النائب بيقولولك كتير ست شهور يا سياد النائب عايزين كل ثلاث شهور خلاص يا فندم هاول كل ثلاث شهور من ست شهور استجابة طيب أنا بشكره شكرا جزيلا سياد النائب أحمد بدوي شكرا جزيلا طيب هيكون في جامعية صداقة مصرية ألمانية برلمانية معنية بالتعاون في الشأن البرلماني وده بالتأكيد هيكون فيه شكل كبير من أشكال الاستفادة من الجانبين هنتبع معاكم مشاهدين كل مجريات هذه العملية التصويتية بنعم أو لا أو نعم مع تحفظات على بيان الحكومة حتى اللحظة الكل يا إما بيبدي اعتراضه مش عايزة أقول الكل يعني معظم يبدي اعتراضه على البيان أو على برنامج الحكومة وآليات تنفيذه بالتحديد أو هنقول نعم بشروط مستمرين معاكم مشاهدين في هذه المتابعة بعد هذا الفصل وضيوفي ابقوا معنا من جديد أهلا بحضراتكم النهاردة البرلمان هيقول نعم أو لا لا الحكومة المصرية أو نعم بشروط أو نعم مع التحفظات زي ما الاتجاه الغالب حتى هذه اللحظة بيقول احنا مستنيين نشوف الحكومة المصرية رئيس الوزراء لم يصل حتى هذه اللحظة إلى مقر البرلمان قيل بأن رئيس الوزراء سوف يكون موجود في تمام الثانية ظهرا ومن بعدها نبدأ في الإجراءات الأول فتح باب نقاش ومن ثم بعد كده التصويت وبعد كده الحكومة ترد في كلمة على تصويت النواب ثم بعد ذلك اتباعا في الإجراءات هنتابع معكم كل مستجدات الأمور ديوفي مشرفيني في ستوديو التحليل الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا لحزب الواب فقير الدستوري برحب بيك مجددا المهندس محمد فرج أمين عام مساعد حزب التجمع برحب بحضرتك مجددا خلاصة ما سمعته من أراء النواب يبدو كما أنهم بيحافظوا على شكلهم بيحافظوا على صورتهم أمام الدوائر بيخلصوا ضميرهم لكن في النهاية هم ملتزمين بالحركة البراجماتية للعمل تحت قوبة البرلمان توافق أم لا؟ لا أوافق يعني كله بيقول أنا هصوت بكذا منعم أو لا إرضاء لضميري هو أنا أعتقد أن المؤثر الرئيسي على النواب أن هما مدركين أن هما لو قالوا لا بتحفظاتهم دي حولوها إلى سحب الثقة من الحكومة هما عارفين أن هما غير قادرين وده للأسف يعني لتشكيل حكومة بديلة ليه غير قادرين؟ وإمتى يكونوا قادرين؟ تركيبة البرلمان بيبقى فيها مش أكسريات يعني تركيبة البرلمان الحالي فيها أكسريات لكن ما فيش حزب أو مجموعة أحزاب متحالفة معا تشكل أغلبية مستقرة حتى لو أغلبية بسيطة لكن مستقرة يعني التجمع والوافد ما يتفقوش مع بعض على قائمة أسماء اللي قدم كحكومة؟ يتفقوا لكن ما يارزوش أغلبية أغلبية نواب يعني أنا عايز حوالي 350 نائب يطلعهم يقولوا لا ونشكل حكومة يبقوا متفقين من قبلها يعني في نفس الوقت الألأ والفوضى اللي نشأت من منذ وده على فكرة كل صورات العالم بعدها بينشأ عشان ما نقولش اللي ده بسبب حاجة خاصة بمصر بيبقى في حالة من الفوضى وحالة من الميل نحو الاستقرار لكن هذا البرنامج ما بيأكدشي الذهاب إلى الاستقرار ولذلك التحفظات كثيرة أنا أتمنى يعني لو أنا اللي هتصور وهدير هذا التصويت وأقدر أثر على عدد كبير من النواب أن يرفض البرنامج وتنتخب حكومة أو تختار حكومة جديدة ببرنامج جديد لكن بما إن إحنا واقعيين وعرفين الوضع هيبقى شكله إيه أنا أتمنى أن يبقى لهذا البرلمان وهو يوافق يعطي درسي للحكومة لا يوافق بدون شروط برغم أنه هو في التصويت هيصوت بس لكن يقول لهذه الحكومة أن هذا البرنامج يحتاج إلى تعديلات جوهرية هما طبعا النواب قالوا هذا في نفس الوقت أن مش بقى أستدعي رئيس الوزراء كل ست شهور لا هذا المجلس يكون أداة رقابة حقيقية يومية لهذه الحكومة حتى لو أعطيناها الثقة لأسباب لا تخص البرنامج بل تخص أوضاع مرتبكة تمام نروح على الهواء نشوف زي منا محمد بهاء على الهواء مباشرة والنائب بدوي عبداللطيف قبل الدخول للجلسة ورأيه فيما سوف يتم النهاردة أو توقعه مع رأيه لما سوف يتم النهاردة محمد بهاء أنا برحب بيك والتفاصيل عندك برحب بيك مرة تانية شريف من أمام مجلس النواب حيث الجلسة رقم 53 واللي هيتم فيها التصويت بشكل نهائي على بيان الحكومة بالرفضة أو بالقبول مع لقاء مع النائب اللواء بدوي عبداللطيف نائب دائرة ميد غمر محافظة تأدق أهلية برحب بيك سيادة النائب أهلا بيك ومتشاكلين لقناة الحياة القناة المعتدلة اللي بتعرض الرأي العام بصورة صادقة أو أمينة فنعمة هذه القناة وبئس القنوات التي تضلل الشعب المصري وإحنا طبعا عارفين الشعب المصري شعب طيب زي ما قال الرئيس لكن هناك بعض القناة بتضلل الشعب بحاجات كتيرة فلإنها بتحوي عبارة عن طبور خامس وناس مضللين ومش أصدهم الخير لمصر لكن أصدهم يضللوا الشعب ويعقوه عن الاستمرار في التقدم بتاعهم إحنا بنحاول طبعا نبذل قصارة جاهدنا وإن الصورة كاملة توصل للمشاهد الكريم يعني خلينا أسأل حضرتك على البيان الحكومة أو قبل ما أسأل حريك على البيان هل الجلسة بدأت أو لسه والانتظار لحد الوقت يعني عندنا معلومات إن الجلسة لم تبدأ بعد خلينا أعرف برضو التفاصيل من حضرتك هو الجلسة لم تبدأ حتى الآن نظرا لتعطل رئيس المجلس مع وفد أجنبي وده سبب تعطيل الجلسة وطبعا فيه كمان حوالي 50-60 نائب ما قالوش رأيهم بالنسبة لبيان الحكومة وعقب الانتهاء من الأقوال التي سيضل بها الإخوة الأعضاء اللي ما قالوش قبل كده هيبدأ بعد كده بيان الحكومة والحكومة تحضر تقريبا على الساعة 45 كده إن شاء الله عشان تبقى حضرة أثناء التصويت من السادة المواب هل تصدق بالقبول أم بالرفض على بيان الحكومة والسبب؟ أنا هصدق بالموافقة نظرا لإن البرنامج لو إحنا شفناها لإيه برنامج شامل جامع برنامج أتى بكل ما يتعلق بالشعب باحتياجات الشعب المصري ولكن المهمة في التنفيذ لإن الحكومات السابقة عرضت مثل تلك عرضت مثل تلك البيانات ولكن للأسف ما نفذت شي فإحنا بنتمنى إن الحكومة الدكتور حكومة المهندس شريف إسماعيل تنفذ وعدها ويجب أن يتضامن المجتمع المدني مع السادة النواب مع الحكومة عشان تنفيذ هذه البرامج أو المحاور السابعة التي وضعتهم حكومة شريف إسماعيل دي حاجة الحاجة التانية إحنا بنتمنى أن مجلس النواب يقوم بدوره وهو اللي يلزم الحكومة على تنفيذ برنامجها لأنه طبعا كما نعلم أن مجلس النواب هو الوحيد اللي بيباشر أعمال الرقابة على الحكومة وهو اللي بيصدر التشريعات وخاصة التشريعات الاقتصادية وغيرها من التشريعات اللي ممكن تتوفر عدد كبير من المستثمرين وفي حالة تأخر مجلس النواب عن إصدار هذه التشريعات فسوف تتعطل وسوف لا تكون هناك فرص عمل فإحنا بنأمل أن المجلس يقوم بدوره وهو المجلس الوحيد القادر على أن يغير وأنه يخلي البرنامج يتنفذ على أرض الواقع لو اتحد النواب وجعلهم من هذه المنظومة منظومة تبقى في قدر عالي من التنفيذ عندنا توقعات نهائية بأن في بعض الأحزاب موافقة بشكل كامل على بيان حكومة أو برنامج الحكومة في مقدمتهم طبعا حزب الوافد وأحزاب مستقبل وطن وحماة وطن لكن على الطرف الآخر أو على النقيد بعض النواب رفضوا هذا البيان وكان لهم بعض التوصيات على أساس أن البيان لم يحدد مدد زمنية لتنفيذ المشاريع أو ألي التنفيذ هذه المشاريع هل حضرتك شايف أن في توصيات معينة هتضعوها أمام الحكومة قبل عرض البرنامج؟ أنا أقول لحضرتك أن معظم الأحزاب وفقوا على بيان الحكومة إلا حزب واحد تقريبا هو الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري وده يمكن الوحيد اللي موفقش على بيان الحكومة ومعظم الأعضاء اللي قاموا عرضوا الرد على بيان الحكومة يمكن وفقوا عليها معدى عدد بسيط جدا ما يعادل 40-50 واحد هما اللي طبعا مش موفقش على برنامج الحكومة وأنا بأبرى أن زي ما قلت قبل كده أن المجلس هو اللي قادر على تنفيذ البيان وإن كان هناك بعض الآليات اللي الحكومة ما أعمتش بيها أن طبعا ما عرضتش رؤية الرئيس السيسي في عرض 200 مليار جنيه للصناعات الصغيرة ومتنهيات الصغر أن البيان أشار أن هناك بعض الخدمات كانت بتؤدى أرخص من سعرها الحقيقي وكان يجب علشان نعدل الصورة كان يجب أن هذه الخدمات تعرض بسعرها الحقيقي وإن كان هذا أنا بأعترض عليه لأنه هو مؤشر على زيادة الأسعار في الفترة القادمة نمرة ثلاثة بالنسبة للسياحة أن الحكومة أدرجت أهمية هذه السياحة وجعلتها شيء طبيعي جدا وجعلتها من الأهمية بمكان بحيث كانت الحكومات السابقة كتعرضتها بصورة هامشية وقالت بتتوقع أن 10 مليون 9 مليون ساقح يكونوا السنة دي و10 مليون ساقح يكونوا السنة القادمة وقالوا أننا نفتتح أسواق جديدة وربطوا السياحة بالتعليم واهتموا بإنشاء مطارات عشان تأمين السياح والقرى السياحية بتحقيق وتنفيذ هذا البرنامج أنا متفاهل جدا بس لو تم تنفيذه على أرض الواقع وأنا بقول لحضرتك أن مجلس النوب هو القادر أن ينفذ هذا البرنامج هو القادر أن يغير حاجات كتيرة بمرأبته للحكومة وبإصدار التشريعات السريعة التي ستقدر تمكن المواطنين من إتاحة فرص عمل جديدة وهتمكنهم من تواجد قوي على أرض الواقع يعني في الأخير تصديق بالقبول على بيان الحكومة لكن النواب عليهم المراقبة أو الرقابة على عمل الحكومة وعمل الوزراء النواب عليهم دور كبير جدا خاصة أن البيان ما قالش أليه التنفيذ أنه ما عرضش بعض المشروعات القومية الكبرى وكان يجب عرض بعض المشروعات القومية الكبرى زي مثلا التعليم محو الأمية عرض التغيير اللي هي ترى في مصر على وزارة الصحة وعرض برنامج عشان نعالج به فيروسي وعرض برامج خاصة بالمنظومة الصحية الخاصة بالقرى زي من يتبدأ من المستشفيات المركزية وحتى الوحدات الصحية أو حتى أي حاجة تتعلق بالمواطن عشان نرفع من مستوى الصحة بتاعه أنا بشكر حضرتك بسيارة النائب أنا تحت أمرك شريف ده كان لقاءنا مع النائب اللواء بدوي عبداللطيف نائب دائرة تميد غمر بمحافظة الدقالية خلينا أقولك حتى الآن الجلسة لم تبدأ بعد يعني هذا كل ما هو عندي من أمام مجلس النواب وعودة مرة أخرى إليك في الاستوديو شكرا لك شكرا لك محمد بهاء وشكرا لكل التفاصيل يعني اللي بيجيلي على التليفون الحقيقة من كلام السادة النواب مهم كمان إن أنا أقوله اللي اتبعت لي وقاريته كثيرا من الأراء من السادة النواب متضايقين إن الجلسة هكون مسجلة طبعا دي مش أول مرة إحنا نفتح موضوع المسجل وعلى الهوى وعلى الهوى ولا مسجل دي قصة محتاجة لإعادة نظر بهدوء مع المجلس ككل كفكر وكمعتقد وكأسلوب أداء في هذا الأمر كمان اللي اتأكدت منه إن الموضوع هيكون إلكتروني مش لأن حراج سألتني السادة النواب فأنا على طول بعد تسأل التصويت هيكون إلكتروني دا كويس ولا لا هقول له حكوة دايما بأن الحكومة طبعا من المواقف الهمة جدا اللي هم أبناء الدائرة يعرفوا النائب بتاعهم صوت بنعم أم بلا وبالتالي التصويت الإلكتروني بيحجب هذه المعرفة وإحنا قلنا حق المعرفة دا حق دستوري مقدم عن أي الحقوق الأخرى لكن اللي أنا شايفه نظرا مفاجئة الوفد الألماني لزارة البرلمان وتأخير الجلسة إلى هذا المدى الطويل كما أن فيه خطأ أن فيه خمسين نائب عايزين يتكلموا تاني النهاردة ما أبدوش رأيهم قبل كده يعني يبقى ما فيش حل غير التصويت الإلكتروني لإنهاء الأزمة خاصة زي ما أنا قلت لحدك إنما عندي علم وسيادتك ومحمد بيه وكل الناس إن فيه موافقة أخذ بقية المفاجئة كان يبقى في ما تعرفش إيه اللي هيحصل إيه رأي حضرتك في إذاعة أو عدم إذاعة الجلسات على الهواء هقول لحضرتك هو النواب نفسهم لو سألتهم بيفضلوا الإذاعة للشهرة ويعمل باي باي للمدان في البيت وأن حياتنا شكناها دي كلها تمام لكن نظرا لعدم خبرة أغلب النواب أحدثوا أخطاء جمع في الإذاعة الجلسات الأولى أدت إلى صخة عام من الشعب المصري على البرلمان فهم تدركوا هذا الأمر بحجب ظهور النواب على الشاشة يعني حضرتك مع هذا الرأي لا أنا معها أنا بقول لك ليه بس إذا قلت لحضرتك إنهم بيقولوا ده الحكومة هي اللي بتطلب لا بتطلب إيه؟ بتطلب إن الإذاعة ما تكونش على الهواء أيضا الحكومة بتطلب إذاعة ما تكونش على الهواء عشان الحكومة مش إحنا ما عايزينها هوا معندناش مشكلة لا 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 هموا عشان الحكومة خايفة على البرلمان ممكن مؤسسات الدولة بتحفظ على بعض وإده شيء دستوري برضو ماشي طيب إفرادم رأيك إيه؟ لا أنا يعني طبعا أنا عارف الدكتور بيتكلم على السبب اللي خلاهم ما يزعوش لكن رأينا إنه هو يبقى مزاع ليه؟ صحي أكتر صحي والشعب يبقى عارف والإعلامي بقى عارف مش عملين احنا بنضرب أخماس في أزداز عشان نعرف إيه اللي بيحصل آه وناخد على التليفونات معلومات وعلى التليفونات ما يبقى الموضوعه يبقى قدام الناس وبعدين الانفلات الإعلامي بمعنى في البرلمان بقى مش الانفلات الإعلامي في القنوات اللي هو الناس عايزين يظهروا إعلاميا يعني حلوا بالإزاع يعني هو بعد فترة هيكتشف إنه صورة وحشة آه وإنه هو يجب إنه يبقى منضبط منضبط أكتر ويتكلم إذا كان عنده جملة عايز يقولها يقولها آه بدل إيه الوضع اللي فعلا في بداية الجلسات يعني كان الناس بقى تصورة البرلمان آه كارسية بقى يسموه إيه سيرك آه فنمرة تنين في موضوع التصويت الإلكتروني طبعا آه النواب آه يعني وقفهم وقالوا آراءهم في فترة سابقة بس هو المشكلة إنه ما كانش مزاع آه لو كان برضو مزاع كان يبقى النواب قالوا رأيهم ونيجي في التصويت الإلكتروني آه عشان الوقت لكن لو لو التصويت مثلا بعد الفوضى اللي موجود دلوقتي وقلنا بمثلا بآه نائب نائب بالنداء آه يعني النداء على النائب ويقوم ده بتهايق لي آه كان لنا تجربة سابقة في اللي هي ضرورية ودستورية في القسم أظن قعدنا عدة أيام آه فهو التصويت الإلكتروني آه بس على الله إن الجهازة الأجهزة الإلكترونية ميكونش فيها مشكلة ويحصل آه إنها تتوقف أو حاجة تمام دعم تيران وصنافير والجدل أداء كبير بشأن آه جزيرة تيران وصنافير الحقيقة إن الكثير من الآراء بتقول أن الجزيرتين آه سعوديتين وعليهم سيادة مصرية وأيضا الكثير من الآراء بتقول لا الجزيرتين مصريتين وكل رأي من الآراء بيستند على آه مجموعة من الحجج والبراهين والأدلة خليني أقول لحضراتكم آخر الآراء الحقيقة اللي أنا قررتها واستمعت آه ليها وكون نبدأ من الآخر يعني في طال حياة دي الأراء كان رأي للدكتور آه مصطفى الفئي قال الجزيرتين في الخرائط القديمة مصرية وفي الخرائط الحديثة سعودية تعليق هقول لحضراتك أنا شايف هذه المشكلة إنها مشكلة في سوق الإدارة احنا عندنا سوق إدارة الأزمة عندنا سوق في إدارة الأزمة يعني بفروض تبقى في إدارة لحل الأزمات احنا عندنا سوق إدارة حل الأزمات لأن الموضوع ده بغض النظر عن الملكية المين ليه لأن أنا برضو مستغرب إن الأول مرة في التاريخ دولة تقدم الحجج والبراهين والمواصيق على إن أرض تحت سيادتها ملك الدولة تانية أمر ما حصلت أنا ما شفتش السعودية قالت إنها جزيرتين بتوعنا أنا شايف كل الأراء المصرية سواء من الحكومة أو أراء نحترمها سواء كانت هنا أو هنا هي اللي بتقول إن جزيرتين سعوديتين فيبقى دول ملاحظتين مهمتين بعيدا عن الملكية تقع لمن نقطة نقطة تانية ما سيبدو إن الجانب السعودي طلب طلب بشكل رسمي أن يتم ترسيم الحدود ترسيم الحدود واتفاقية 1990 اللي تم توقعها طيب 1990 سعيد لما قالوا على النبارك طلع خرار لما إحنا سألنا قالوا ده مش خرار ده هو خرار بالموافقة على ترسيم الحدود مش خرار بالموافقة على إعطاءهم الجزيرتين ده اللي اسمعناه طب انت عملت ولي اللي اسمعت وانا عمال يقول لك اللي اسمعت ما هو ده بقى سوء إدارة الآزمات لو أنا بقول إن سوء إدارة ليه بغض النزعة الملكية تقع لمن سوء إدارة لإن لو هذا الوضع وهم الجزيرتين السعوديتين لو الوضع ده شرح للشعب قابلها باسبوع قبل زيارة الملك أو قبل شهر أو شهرين ما كان قد حدث ما حدث ليه لأننا النهاردة ما قدرش أقول النهاردة ما قدرش أقول دلوقتي إن قناة الحياة ملكة للتلفزيون المصري كل العاملين فيها تقول لك إزاي وإمتى لكن لو أنا من شهر ألمحت وقلت إن فيه مستند كذا وفيه بيع كذا وفيه عقد كذا وفيه بتاع لما جي النهاردة أقول ملك يقول له كم إحنا عارفين هي دي كانت المشكلة واخد بالحضر دك أو إن القناة مطروحة مثلا يبقى لكذا فإحنا بدأ بدأ يبقى فيه مشكلة يبقى دي المشكلة التانية يبقى سوء الإدارة سوء التوقيت سوء العرض المشكلة التالتة بقى هل هي فعلا ملك السعودية ولا ملك مصر أنا أتحدك إن كان أحد يعلم أخي صحيح؟ إذا كان الأراء المصرية نفسها سعودية دولة شقيقة وأنا مع القومية العربية على فكرة أنا مصرية سعودية هي بتاعتنا هم أهلنا وإحنا أهلهم لإن إحنا قدامنا عدو واحد وده قناعات اللي هو إسرائيل وأمريكا مع هذا ذلك كلنا أهل أنا أقول لحضرتك المشكلة التالتة إن لأحد يعلم على وجه اليقين ملكيتها هنا أم هنا لكن عملت أزمة كبيرة والعلمك تم وضع البرلمان في مأزق أصعب من مأزق قانون الخدمة المدنية لأن السيد الرئيس في كلمته مع فئات المجتمع المختلفة قال إن هيتم عرض هذه المشكلة على البرلمان هي المادة 151 من الدستور بتقول كده بتقول إن المعاهدات يوقعها الرئيس ويعاقدها بعد أخذ رأي البرلمان الجزئية الثانية من المادة بتقول أما في حالات السيادة يجب عرضها على الشعب فهل هي هتعرض على البرلمان زي ما سيسأل ولا على استفتة أنا رأي الدستوري إنها محتاجة استفتة لإنها عمل من أعمال السيادة الذي يعرض على الشعب هما رأيهم اللي هما المستشارين الرئيس إنه بيقول لك لا ما هي السيادة هي إدارة شوف بقى اللعبة بتاع القانونين والبيفصل وهي اتفاقية برضو لا لا ما هو أصدق إدارة يعني إيه ما هو لو سيادة يبقى زي ما أنا قلت يبقى المادة 151 لازم استفتة هما تلعبوا بكلمة السيادة للمستشارين القانونين وقال لك تبقى إدارة إدارة عشان ما يروحش للإستفتة وأيضا تبقى اتفاقية بمعنى إن أنا لما أعمل اتفاقية ترسيم حدود ويجي في هذه الاتفاقية إن الجزرتين تبقى للنقاط الجغرافية والخرائط وا 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 وقعوا يبقى في الإطار فإحنا الاتفاقيات بيشوفها البرلمان المعاهدات والاتفاقيات يوقعها الرئيس ويصدق عليها البرلمان والرئيس يرجع يمضيها بعد مواقع البرلمان فهم عشان كده قال لك البرلمان هو شالها من السيادة وقال لك تبقى إدارة معنى برضو في الحقيقة سيادة وليست إدارة والمستشار الذي قفتها لو رئيس بيزالك مخطئ وأنا عارف واختبال حضرتك لأن هي علم يعني سيادة جات في الكتب يعني سيادة ممنوع على السعودي يدخلها إلا بتأشيرة مصرية يبقى سيادة دخلة في النظام الخضائي المصري يبقى سيادة عليها عسكري بندقية يبقى سيادة المأزق فيه بقى البرلماني عندك حاجة؟ عندي هوى مع عزبيننا أحمد غنيم بالنسبة للمأزق البرلماني إن البرلمان قدامه أمرين يوافق على الاتفاقية وهنا الشعب ممكن يعمل زي خلال خدمة المدنية يبقى كله ضد إنه يتنازل عن السيادة يقام يرفض الاتفاقية وهنا يبقى خسرنا بلد قوي ومحب وشقيق هل يمكن أن تصل الأمور إلى هذا القدر من الارتباك؟ هعرف الإجابة وهاخد رأي حضرتك بس أستأذنكم نروح لزميلنا أحمد غنيم مع أستاذ محمود سعد دير رئيس تحرير موقع برلماني من موقع برلماني على الهواء مباشرة وآخر المستجدد أحمد براحب بيكو التفاصيل عندك تفضل براحب بيك يا شريف مازالنا في متعبة حية لمناقشة أو تصويت على بيان الحكومة من داخل مجلس النواب وربما متابعت وسائل الإعلام لهذا الحدث ومع الآن أستاذ محمود كما ذكرت أستاذ محمود عايز أعرف الآن الأمور وصلت لحد فين وعايز أعرف الجلسة بدأت أو لا أهلا بحرك مرة تانية أهلا برساد شريف أهلا بكل المتابعين ومشاهدين عايز أقول لحرك أنه منذ دقائق بالتمام والكمال بدأت الجلسة النهائية لمنقشة بيان الحكومة والتصويت عليها ومن ثم منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل حتى الآن وزير واحد فقط هو اللي وصل لمجلس النواب هو المهندس خرد عبدالعزيز وزير الشباب ده الجزء الأول إضافة أيضا إلى المستشار مجد العجاتي ده وزير شؤون القانونية ومجلس النواب دول وزيرين حاليا المتوجدين في قاعة البرلمان مع بداية الجلسة أعتقد الوزراء التانيين في التوافد وكل الحديث عن حضور رئيس الوزراء أنه هيحضر مع تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم اللي بيحصل إيه دلوقتي عايز أقول لك أنه تم توزيع كتاب أو مذكرة كده على عدد من النواب أو على عدد قطاع كبير من النواب المذكرة دي بتتضمن حصر للمشروعات التنفيذية المختلفة اللي الحكومة كانت تعهدت بيها لنواب في بيانها الأخير قبل شهر قدام البرلمان وحصل فيها إيه أنا مسك المذكرة بين إيدي المذكرة دي بتضم كل المشروعات مثلا اللي حصلت في قطاع الطرق أو في قطاع النقل أو في قطاع مياه الشرب أو في قطاع المواصلات أو في قطاع حتى النقل الجماعة يعني مثلا بشكل استعراض سريع بس عشان أوضح للسادة الجمهور اللي أنا مسكوا في داي مثلا موقف مشروعات مياه الشرب في محافظة الجيزة فكاتبين إنه شركة مياه الشرب لتخزيط قرية المنصورية وفيه شركة مياه الشرب لتخزيط قرية أم دينار وشركة مياه الشرب لقرية برك الخيام وعزبة العسيلي اللي وراء اللي قدامي ده فيه حصر كامل للمشروعات التنفيذية على أرض الواقع اللي النواب كانوا طلبوها أو كانوا بيستعلموا عنها أو بيعرفوا وصلت لحد فين قطاع آخر هو قطاع الصحة أيضا في المذكرة اللي سلمت اليوم لعدد كبير من النواب مثلا على سبيل المسام المثال إنه تم إجراء عمليات صرف صحي في قرية الشبك بالغربية ودهشور وسقارة وصرف صحي في قرية أبو ساعد ده مفاد الأمر إنه استعراض لعدد كبير من المواقف المختلفة اللي قدام المجل الاستعراض ده قبل بيان قبل التصويت عملي التصويت ده هل لي دلالة عايز عرف كمان ده هيتمه ونقشته قبل التصويت ولا يبت الظبط لا الاستعراض ده مفاده إن الحكومة بتحاول تكسب بنت سريع عند النواب بمعنى إيه مش أنت كنت بتقولوا إن أنا كلامي إنشائي وبياناتي إنشائية وخالية من الجدول الزمني لتحقيق المشروعات المختلفة طب أنا حبادر يا سيادة النواب الأفاضل بمبادرة حسن ومحترمة وبقدم لكم مذكرة بين إيديكم بتتضمن كل المشروعات التفصيلية التنفيذية المتعلقة بالقطاعات الأساسية صحة وتعليم ونقل وطرق القطاعات دي كلها وكهرباء إحنا نفذنا منها إيه وهننفذ إيه وباقي في الفترة اللي جاي هنشتغل عليه هل تأخر رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء عن الجلسة ده بسبب ده بسبب المناشد أو يكون فيه نظرة من قبل النواب لهذا البيان لا أعتقد أنه تأخر ليه علاقة تانية بجدول رئيس مجلس الوزراء والاجتماعات المختلفة اللي بيمارسها أو اللي بيشارك فيها لكن فيما تعلق بدا فأعتقد ده وفق الكتابة الإحصائية أو البيانات الرسمية اللي موجودة فيه فأعتقد أن ده تم إعداده مثلا من حول أسبوعين أو ثلاث أسابيع لأنه معد بشكل محكم في عدد كبير من البيانات والإحصائيات المختلفة عدد كبير من المصادر اللي بيستند إليها وكمان عمل حصر مش محافظة بعينها أو قرية بعينها أو مدينة بعينها أو نائب مثلا كان عامل ألأ مع الحكومة أو رافض فبيقولوله ده احنا عاملين كذا لأ ده حصر شامل لعدد كبير من المشروعات التنفيذية في أكتر من محافظة مختلفة خاصة بالموضوع القوانين خاصة قانون الصحافة والإعلام إيه اللي هيتم فيه؟ بص القانون الصحافة والإعلام نقبنا الأستاذ المحترم يحي قال لاش كان نتكلم عن قانون الصحافة والإعلام إنه كان خرج تصريح غير صحيح منذ حوالي 3 أسابيع أصاب الجميع بالريبة أو عمل أهل عند الناس إنه القانون ده سيناقش ويورد على البرلمان دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو دون الرجوع في جديد جنة أنه رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ده خبر لسه جاي حالا من المجلس بيعلم أنه تلقى من اتلاف دعم مصر الوفيقة المنشئة لاتلاف دعم مصر وأنه تم حالته المكتب المجلس للتحقق من توفر الشروط طبقا للإلاحة الدخلية دلالة الخبر الزغير ده إيه؟ حاجتين الحاجة الأولى أنه ده أول اتلاف سياسي يتقدم بأوراقه إلى مكتب المجلس أو إلى رئيس المجلس لإشاره رسميا اتنين أنه ده أول ممارسة حقيقية لمفهوم كلمة اتلاف في السياسة المصرية لأنه كل ما سبق على مدار 20-30 سنة فاته لم تعرف السياسة المصرية كلمة اتلاف كنا نعرفها بشكل ضمن أو بشكل عام دون مضمون حقيقي أو دون سنة قانوني بمعنى أوضح كتفسير ثالث أنه لأول مرة لايحت مجلس النواب اللي زمان كان اسمها لايحت مجلس شعب تضمنت فيما تضمنت من موادها أو نوقش فيما نوقش موادها على أن يعرف شيء جريد تحت المجلس اسمه كتلة سياسية أو اسمه اتلاف سياسي أولي اتلاف بيتقدم بورقة هو اتلاف دعا مصر مزيد من المعلومات عن اتلاف دعا مصر كان بيترأسه اللواء الراحل الله يرحمه سيد اللواء السامح سفي اليازل حاليا بيتولى بالإنابة اللواء سعد الجمال أعتقد أنه في فترة الجهة يكون في انتخابات تكملي أو انتخابات أولية علشان يتم اختار رئيس الاتلاف وأعضاء المكتب التنفيذي الاتلاف والهيئات السياسية والمناسقين اللي اتصالين السياسيين لكل محافظة من المحافظات المختلفة أو لقل اقطاع من القطاعات شارئ الدلتة غرب الدلتة الصعيد القاهرة وما إلى ذلك إضافة إلى أنه أيضا الاتلاف ده اللي عدد دلوقتي بيقول أنه بيتخطى 250-300 نائب معنى كده أن الاتلاف ده هيكون لصوت حاكم لقرار معنى كده كمان أنه كمان تركيبة المجلس أو حتى جغرافيا المجلس اتغيرت بمعنى أنه زمان كان اللي بيسيطر على المجلس هو حزب الأكسرية في المجلس دلوقتي مش هيسيطر حزب الأكسرية هنا هيسيطر الاتلاف صاحب الأكسرية أو صاحب الأغلبية فبالتالي مفهومنا كمان في التعامل السياسي أو مفهومنا في قراءة المشهر السياسي للبرلمان بالضبط ربما الاتلاف مكووم من كذا حزب إضافة إلى ذلك إحنا دلوقتي أمام أهم تحدي للبرلمان من وجهة نظري لم يكن بقى خلاص قصة أنه يوافق على الحكومة ولا لا أعتقد أهم تحدي للبرلمان في الفترة اللي جاية هيكون قضية تيران وسنفير لأنه انتعرف الشعب المصري غيران عقديا على الأرض والغيرة دي غيرة تحترم وتقدر لكن محتاجين نوضح موقف القانون للناس القضية هتروح أو الاتفاقية برمتها بيكملها بخريطها ببغنقها بتفاصيلها هتروح للبرلمان والبرلمان هينقش هل بقى البرلمان هيوافق ولا لا هنقدر نقول الكلام دا مش كلام عام هنقول هو دعم مصر موقفه ايه موضلوقتي اتلاف وعدد كبير وشارعي هيقول نعم فالكل هيرفع هيقول لا الكل هينزل دعم مصر موقفه ايه فبالتالي انت بتقرأ مستقبلا تحركات اتلاف الاغلبية عن طريق اتلاف الاغلبية طب بمناسبة الاغتلاف الاغلبية والطلاة ما حرك اصارت النقطة دي ايه الاغتلافات التانية الوافد بيسعى انه يعمل اتلاف وحاليا بيضم عدد كبير من النواب ويبقى تشاور مع عدد كبير من النواب واعتقد هيكون رقم اثنين او رقم ثلاثة هو في عدد الاعداد في النسبة الاغتلافات المصرين احرار ايضا بيعد حاليا اتلاف وبيشتغل على عدد من النواب في اتلاف اخر هيكون اتلاف المعارضة لأتلاف 25-30 او اتلاف العدال الانتقالية بيمثله اكتر من واجه طيب يمثل معارضة حقية داخل البرلمان واعتقد لهم اداء الطيب داخل البرلمان زي بسيس خالد يوسف او زي هيسم ابو العزة اداء الطيب وده بالتالي هرجع على طبعا مشاكل مجلس النواب خلال الفتح القادمة شكرا ليك استاذ محمود وحنا مازلنا في متابعة معك واخر الاخبار شكرا ليك يشرفنا جدا وحنا في مجرد اذا شريف دي ممكن كانت اخر اخبارنا من داخل صالة تحرير موقع برلماني وخما تبعت معنا مشاهدينا مازلنا في متابعة حية على مدار الساعات القادمة شكرا ليك وعودة مرة اخر لك يا شريف في الاستوديو شكرا ليك شكرا ليك احمد غنيم وشكرا للاستاذ محمود سعد الدين شكرا لكل التفاصيل والتوضيحات طيب اعود انا مجددا لضيوفي في الاستوديو حضرتك كان عندك اضافة دكتور فيما يتعلق بجزيرة تيران وصنفير وادارة الازمة وما سوف يحدث تحت قبة البرلمان عشان كمان اجازة اسمع لعي يا حضرتك هو المشكلة زي ما انت الحراك ان الملكية بتخضع لامور كثيرة جدا في نقطة مهمة جدا اللي يمكن ان تعرض عليك او علي او على اي مواطن اللي هو ان ده موضوع فني هندسي واخد بالحضرتك يبقى موضوع فني هندسي ده اساسي جدا في تحديدها خرائط تاريخ مواصيق معاهدات مستندات ملكية هل كل هذا الامر ممكن ان يعن للشعب صعب واخد بالحضرتك وبالتالي هي مشكلة في ادارة الازمة اكتر منها مشكلة هي ملكية مهمة النقطة التانية ان انا شايف للأسف ان اول شرخ حقيقي يحصل ما بين الشعب وبين السيد الرئيس في هذا الامر ويمكن السيد الرئيس مظلوم في هذا الامر لان جلنا يعلم مدى وطنيته ومدى اخلاصه ومدى امانته ومدى ايمانه ولكن زي ما قلت قبل كده في البلنامج ده ان فيه فرق سرعات جامد جدا بين الرئيس وبين مستشارينه والوزراء ورئيس الوزراء هو شغال بكل طاقته هو رئيس جديد بطموحات عالية لكن الرئيس جديد بيحكم بأليات قديمة صحيح والأدوات اللي حواليه بطيئة وبالتالي عملت المشكلة اللي احنا فيها ونسأل الله العفو العفا المصر دكتور بص الموضوع الجزرتين يعني انا متفق تماما ان المشكلة في ادارة الازمة وفي التوقيت وفي الاستمرار في الشكل القديم لادارة الازمة يعني هذه الاتفاقية او الفكرة ان الجزرتين بالاتفاقية يروحوا للبرلمان طبعا اي اتفاقية واي معاهدات البرلمان يحلها في جدل حوالين تخضع للمادة 151 ولا المادة 157 في موضوع الاستفتاء دي مسائل لا يجب ان تترك هكذا لان الشرخ اللي حصل فعلا والشرخ تحدث في المجتمعات لاسباب الوطنية ولذلك حكاية جمعة الارض والعرض ايا كان من وراءها هي تعكس ضمن ما تعكس مشاعر وطنية على الاقل انت تركت مساحة في غموط حاجة يدخل لك منها حاجة يدخل لك منها يعني هذه فيه صغرات في العدارة يعني لا تلومنى الا نفسك طيب المستقبل ده نتركه كما هو ونقول يروح البرلمان والبرلمان برلمان ايه؟ والبرلمان هيصوت بحاجات فنية طبعا البرلمان لهو ان يراجع هذا الامر من النحية الفنية ويطلب المتخصصين ويطلب ويعمل الابان اذا هو مش مجرد تصويت قبل ان يذهب للبرلمان احنا في حزب التجمع بنقترح تشكيل لجنة قومية من خبراء محيدي انا عندي الجامعية الجغرافية وعندي الجامعية التاريخية ولماذا لا يستدعي البرلمان قبل البرلمان ويستدعي البرلمان قبل البرلمان انا عايز اروح مستريح البرلمان عس هو رايح البرلمان رايح وقه للمدة 151 من الدستور مش بمزاجه مش بمزاجه هو رايح رايح وقصده ان هو جامعية او لجنة او زي معالي البردعي انا من دلوقت اعايز لجنة تخصص اه انا من دلوقت زي لجنة تخصص انا بسمها لجنة قومية محايدة من خبراء محايدين ليه؟ الذي يقول أنهم مصريتان معه وسائق واللي بيقولون هما سعوديتان معه وسائق والخرائط موجودة لكن هو المجهول في هذا الموضوع ده كله إيه؟ لأول مرة يحدث ترسيم للحدود البحرية بين مصر وكل الدول بين السعودية وكل الدول موضوع ترسيم الحدود البحرية ده حديث كل الكتب وكل المعاهدات القديمة في ترسيم الحدود كانت ترسيم الحدود برية الحاجات اللي احنا اعتمدنا عليها بالنسبة للطابة وغيرها الجزيرتين دول فيه كتب بتقول يعني فيه كتاب اسمه طلع 1906 حوالين ترسيم الحدود البرية معاهدة الباب العالي معاهدة الباب العالي بين العثماني ما كانش في السعودية كانت الحجاز السعودية نشأ 32-33 طب الجزيرتين دول المسكورين في هذا الكتاب باعتبارهم بنتكلم على سينة سينة جغرافيتها وتاريخها وجزرها فمن ضمن الجزر موجودين طيب ده من الممكن يبقى دليل على انهم مصريتين الوسائق اللي موجودة ايه حتى الان رسائل متبادلة رسائل سنة 1950 رسائل اه اه اتنو وثمانية يبقى اقرب حاجة زي ما قال الدكتور مصطفى الفئيه هي في الخرائط القديمة وفي الموافق القديمة لا لا دي بقى مصري لا 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 الحديثة سعودية مفيش انا مش عارف الدكتور مصطفى الفئيه قال هذا الكلام على اي اساس انا عندي اطلس سنة 69 اه الجزيرتين موجودين طب بماذا تفصل انا نسف مفيش عندي وقت علشان يعني استطرد اكتر في الموضوع انا خلص وقتي والموضوع مطروح للنقاش بس اللقطة دي عايزين ان احنا لجنة قومية قبل الموضوع ده الحل على الاساس انا اولا لا يحسمها العواطف ولا تتركها للمجلس فتضر بالمجلس وتضر بالدول اهو ده اللي انا خايف منه انها تصدر مشكلة كبيرة ومأزك كبير ولا تنفتح ايضا وفي رأيي تاني انك يعني ان اردت ان تدرس هذا الموضوع ادرسه في اطره في اطره وياخد وقته علشان الاراء اللي هي التي قد تكون مندسة اللي بتحاول ان هي تبثير ازمات في السودان بعتوا قالوا عايزين الحلاب وشلاتين فالموضوع اللي عايز يلعب يلعب نعم احنا دلوقتي في جلسة الحكومة ومستنين نشوف الحكومة هيتقلها لأ ولا هيتقلها نعم هو في الغالب نعم مع تحفظات او نعم مع ملاحظات هنشوف كيف يكون رد فعل الحكومة اذا تصويت النواب النهاردة وردود افعال النواب في جلسة التصويت يمكن تحصل مفاجآت غير متوقعة يبقى دائما هناك هامش للمفاجآت من قبل الفرلمان المصري لا توجد مفاجآت يا ساشي متأكد لا يمكن تطلع انا اتمنى ان تكون هناك مفاجآت لا توجد مفاجآت حتى حتى وان كانت النسب ربما تثير يعني بقى في اعداد كبيرة من الرافضين بس مش اغلبية صحيح تم التمرير واعتاري الثقة لكن ربما تفاجأ بكمية اللامس اتمنى قل اللذين يقولون يعني دي الحقيقة الوحيدة ديوقتي اللي انتو اختلفتوا فيها ما انتو طول الوقت متفقين ده لا انا اصدق امنيات لانا هطلع من التغطية دي وسميه وفد التجمع او تجمع الوافد او تجمع الوافد بقى اشكركم شكرا جزيلا شرفتنا يا دكتور شرفتنا دكتور ياسر الهضيبي عضو لايئة العليا لحزب الوافد شرفتنا دكتور شرفتنا بشمانس محمد فرج امينة عم مساعد حزب التجمع